للمزيد تنضم إلي في الستوديو فرح مراد حليل أولى الأسواق المالية لدى إكوتي أهلا وسهلا بك فرح شكرا لدينا لنبدأ بالبيانات المالية المرتقبة من الولايات المتحدة هذا الأسبوع أيضا المقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي نتج المحلي إذن هذا كله ما المتوقع منه والمتوقع هل سيتم تغيير مسار الفيدرالي بالنسبة للفائدة خلال ما تبقى من العام هلأ لنكون صريحين بتصور من هلأ لنهاية العام نوعا ما تغير كبير في سياسة الفيدرالي قد يكون مش موجود يعني التوقعات أو تكون تجي مثل ما عم نتوقع أو شوي مختلفة هذا السيناريو الأكثر ترجيحا نتذكر نحن إذا نحكي عن البي سي اي دايما كان عم يجي نوعا ما مثل التوقعات هلأ النتج المحلي الإجمالي عم نتوقع يجي 2.8% اللي هو أقل من الهدف العند 3% بس باستبعد موجة هالبيانات قد تؤدي إلى تحركات عنيفة أظن العامل الوحيد أو النقطة الوحيدة اللي معقول تعطينا مفاجآت معقول تحرك السوق بشكل كتير كبير استبعد نلاقي تحركات كبيرة بالتضخم أو بتوقعات النمو ولكن سوق العمل قد يكون هناك المفاجآة الأكبر في حال جاءت عم نتوقع أنه كمان ما يكون في عنا تغيرات كبيرة كتير من الشهر الماضي في مطالبات البطالة في حال جاءت مثل التوقعات أستبعد يكون في عنا تحركات عنيفة هيدا الأسبوع خصوصي أنه أصير هيدا الأسبوع في الولايات المتحدة لازم نتذكر في عنا تانكس جيفينغ الخميس الجمعة نوعا ما التداول لفترة زمنية أكثر فأتوقع هاليمكن المعنويات الإيجابية بسبب كمان وجود بنتبلا إلى جانب ترامب قد تستمر في دعم معنويات السوق إلى نهاية هالأسبوع القصير طيب فرح ترشيح ترامب لسكوت بمنصب وزير الخزانة يعني كيف سيؤثر يعني هل طمأنة خلين نقول سوق السندات يعني اللي عم نشوفه بالوقت الحالي السوق بالعكس أعتبر شيء إيجابي للأصول عالية المخاطر ركزت شوي على الجمل اللي سمعناها أنه رحكون أنا عم قلص يمكن التاكسز على رغم من أنه كان عم بيقول أنا رحكون عم ركز كمان على سياسة دونالد ترامب في تارس أو في العلاقات مع الخارج وقد رح نكون عم نزيد عليها الضغوطات ولكن السوق مركز على هذا الأمر هلأ الشيء اللي بلاقيه سلبي نوعا ما في سوق السندات عم برجع شوف العوائد السندات أو العلاقة ما بين عوائد السندات القريبة اللي هي لسنتين مقارنة بعشر سنوات عم ترجع إلى مستويات متدنية جدا يعني نرجع إلى انقلاب في منحنة العائد من سبتمبر لليوم ما كنا عم نشوفها المستويات المتراجعة كتير فهالشي بفرجيني أنه المستثمرين عم يتوقعوا على الأليلة أو في سجن لأنه السياسة النقدية الحالية من كتير إيجابية خصوصي أنه عوائد السندات على الفترة الزمنية الأكثر نوعا ما عم تكون قريبة جدا من العشر سنوات فهيدا الشيء كمان بيعطينا أنه قد يكون هناك علامة استفهم بدي شوف شو عم بيصير بهيد يمكن بسوق السندات ومبلعي أنه يمكن وجود أو الأعلان اللي صار كتير أثر عليه عم شوف تراجع على الدولار عم شوف تراجع على الذهب فالسنالة اللي فيني أخده أنه كان إيجابي لأسواق الأسهم بشكل رئيسي طيب فرح بنسبة للذهب يعني رأينا تراجعات حادة اليوم عمليات جني أرباحة الذهب ونلاحظ أنه لا يتحرك بمسار أو بعكس يعني تحركات الدولار ما المؤثر عليه في الفترة الحالية؟ وعم بتأثر بتصور تنينتهم بنفس العوامل يعني من نذكر نحن بغد النظر أنه عادة بتحركوا بطريقة معاكسة الدهب والدولار ولكن كمان التنينتهم يعتبروا ملاذات آمنة فوقت أنا يكون في عندي خبر نوعا ما أجج بدي أقول شهية المخاطرة في الأسواق فعادة المستثمرين عم يبتعدوا عن الملاذات الآمنة على رأس الدهب نعم وكمان الدولار الأمريكي وشناك عم نشوف اليوم تنينتهم على تراجع الأمر زيته الأسبوع الماضي مخاوف التوترات الجيوسية اللي كانت ارتفعت نوعا ما في شرق أوروبا زيدت يمكن الطلب على الأصلين على الدهب كانت فعلا ارتفاعات وعلى الدولار فمرات صح بيمشوا بطريقة معاكسة ولكن كمان تنينتهم يعتبروا نوع من الملاذات الآمنة بعض الأمور قد تؤثر عليهم بنفس الطريقة إذن فرح مراد محلل الأولى للأسواق المالية لدى إيكويتي شكرا جزيلا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك